تستخدم الأسر طرقا مختلفة لعقاب الأطفال أو السيطرة على سلوكهم ومن ضمن هذه طرق كرسي العقاب أو النوتي تشير التي من خلاله ينعزل الطفل في مكان ثابت بشكل منفرد حتى يستجيب لقوانين وأداب المنزل عم تستخدميها؟ لا أنا أمر أسمعها بصراحة يعني حلو أن نقش الموضوع هذا بعض المختصين يرون أن كرسي العقاب من الطرق الحضرية لتعليم الطفل الطاعة والاحترام بطريقة لا تحمل خطرا نفسيا أو جسديا عليه بينما بيرى آخرون أن هذه الوسيلة من أسوأ طرق العقاب لما تتركه من آثار سلبية على نفسية الطفل تفاصيل أكثر معنا من دبي الخبيرة النفسية والأسرية لما استفضي صباح الخير لما وعم يتجدد لقاءنا أسبوعيا يعني أنت يمكن دايما نناقش أمور حلوة للعائلة صباح الخير لما يعني بداية خليني أسألك عن رأيك أنت مع أو ضد شايف أن وسيلة حضرية فعلا زي ما قلنا في المقدمة أم أنه لا بتأثر سلبيا على نفسية الطفل طبعا أنا مع وبشدة وأنصح بها دائما ولكن بشرط دائما نقول بأن الطرق يعني تصنف على أنها سلبية أحيانا إذا كانت بأسلوب خاطئ ولكن اليوم سنتحدث عن الطرق المثالية لاستخدام ومن البداية سنتفق أنا وأنتم على أن نسميه كرسي الانتظار بدل من كرسي العقاب لأنه مفهوم كرسي العقاب أيضا هو سلبي فسنقول كرسي الانتظار بس وقت نقول كرسي الانتظار يمكن بيأخذ الطفل بشكل حلو يمكنه لعب شو رأيك بالموضوع؟ هي الفكرة تماما هي الفكرة ليست فقط أنه يأخذ بفكرة لعب ولكن فكرة بأنه الانتظار أو كرسي التفكير نحن الهدف بأنه أن نعلم الطفل ما معنى أن يفكر بما أقدمه من سلوك يعني ليس الهدف هو أنا مثلا ضد تماما أساليب الضرب، العنف، العضب، الشد كل هاي الأساليب المتبعة وهي وكأنه حتى أصبحنا مع الحيوانات ربما لا تتبع هذه الأساليب فما بالك بأطفالنا لأنه هاي الأساليب جدا سيئة وتترك أثار سلبية على نفسية الإنسان خصوصا الضرب، الضرب عنده الطفل يجعل الطفل يعني دائما يعتقد بأنه سيشعر بهذا الألم لفترة معينة وسيقوم بتكرار فعلته مهما أراد وبالمستقبل سينعكس سلب ولكن كرسي الانتظار أو التفكير الهدف منه بأن نجعل الطفل يفكر بالسلوك الذي تصرفه وبالتالي إمكانية تعديله وسنتحدث لاحقا عن كيفية تطلقه بطريقة مثالية وسحية نفسية الأطفال السؤال يا لما أنه ده طفل أنا إزاي هفهمه أنه أنت هتقعد هنا وتنتظر وما تتحركش ده بيتحركه خمسين ألف حركة في الديئة الوحدة وهتقعد تفكر في غلطك وأنك تصلحه يعني أنا مش فاهمة إزاي ممكن طفل أن أنا دخل في دماغه الكلام ده وفهمه له يعني هو أكيد مش هعمله صحيح، أولا نحن نقول دقيقة لكل سنة يعني ليس المطلوب أن نعزل الطفل يعني عمر السنة دقيقة سنتين دقيقتين وإلى ما هنالك النقطة الثانية أولا أن يكون الكرسي في مكان لا يستمتع الطفل فيه يعني ليس بمكان للألعاب وبالمقاضل ليس بمكان معزول مخيف هو كرسي، سجادة، أي مكان يجلس عليه الطفل في زاوية أو في مكان نقول له الآن أنت تصرفت هذا التصرف الخاطئ سأعطيك مثال قام مثلا الطفل بضرب أخيه ضرب مبرح وأذاه فنقوم بإحضار الطفل وإجلاسه على هذا الكرسي ونقول له بأنك أنت اليوم تصرفت صرف خاطئ ألا وهو ضرب أخيك والمطلوب منك التفكير بالتصرف لماذا تصرفته؟ وهل كان لديك بديل بدلا من الضرب لأخيك لأن هذا الإسلوب هو خاطئ؟ لذلك أنت معاقب مدة دقيقة اللي هو ثلاث دقائق وبعدها سنتحدث فإذا لا صراخ لا كلام سلبي لا ألفاظ نابية فقط نحن نترك الطفل لمدة ثلاث دقائق طبعا في أول عشر مرات الطفل لن يفكر بما فعله خذيها من عندي ولكن بعدها سيبدأ هو يعتاد على الفكرة بأنه فعلا أنا ماذا تصرفت اليوم يعني بأول عدة مرات سيكون مشغول بالفكرة ويخطط لك كيف سيهرب ويبدأ بانقيام بحركات ويشغلك بها علها تنسى الموضوع صح؟ يعني فرحان بالفكرة أكثر ما هو معاقب ولكن ثم بعدها عندما فعلا يحس هو فيها يلتزم نعم لما من أي عمر اليوم فينا نقول أنه الطفل ممكن يعاقب أو يقعد على كرسي الانتظار يعني قبل شوي قلت لنا أنه سنة دقيقة بس يمكن السنة بعدنا شوي يعني عمر صغير بيكون أليل لا هو صحيح صحيح هو فقط هي حساب ذهني من عمر السنتين الطفل إذا تصرف نقوم ليس بكرسي العقاب ولكن يحتاج الطفل إلى إجلاسه بمكان هادئ بعيد عن الألعاب وإشعاره بأنه أرجو منك أن تجلس لمدة دقيقتين لأنه أنت تصرفت هذا التصرف الخاطئ وشرح الموضوع له يعني يمكن النقطة التي فيها يصبح سوء تفاهم العديد من الأهل يحضرون الطفل يجلسون على كرسي بمكان معزول ويذهبون لا الطفل أدرك لماذا عوقب ولا الأهل استفادوا وهو مثلا بيكون بحالة بكاء شديد وصراخ ومحاولة الهروب لا هاي غلط نحن المفروض بأنه نجلس الطفل نجلس نحن على مستوى جلوس الطفل اللي هي نائما نتكلم عن لغة الجسد العيون في العيون وصوت طبقة منخفضة ولكن مائلة إلى الحزم ونقول له بهذا الاسلوب أنت أخطأت اليوم بضرب أخوك لذلك أنا أطلب منك الجلوس لمدة دقيقتان أو ثلاث دقائق والتفكير بما فعلت بعد انتهاء المدة تجلس الأم نفس الجلسة وتخبره بأنك أنت طفل رائع أنت طفل مميز أنا أتوق بك أنت لديك سلوك جميل ولكن نحتاج فقط لتعديل السلوك السلبي وتقوم بضمه وتقبيله وأحساسه بأنه ما زالت مشاعر الحب والتقدير والاحترام موجودة لك عزيم إذا كثير من الأهل هلأ يمكن بيعتبروا كلامي مثالي وبيقولوا ما رح يتطبأ أنا اليوم بعمل اسمه تحدي كرسي الانتظار شو رأيك ولا؟ آه آه زي تحدي كيكي والحقات اللحن بدي يأكل لتجربه أنا بطلب منكم أجربه لا أجربه أنا اليوم بقناة الغد رح نعمل تحدي جربه هنجربه فعلا هو كمان بيعلم الصبر أعتقد بيعلم الطفل الصبر لكن لما لو أنا تهونت مع الطفل يعني مثلا قلت له أنا أقعدك ثلاث دقايق وما أقعدتوش ثلاث دقايق أقعدتو دقيقة ونصف أو دقيقتين طبعا مع زنه ومش عارفة إيه فقومتو إيه اللي بيحصل هنا؟ ولا كأنك عقبتوا ولا كأنك عملتوا شيء والعكس هو إذا كانت فيها كمعركة فـ 1-0 آه آه يعني لهم هي الخسرانة لأنه المفروض نحن نلتزم صحيح صحيح لما التحدي اللي حضرتك قلتي أخذوه فريق الإعداد والإخراج وعم بيوجهوا هذا التحدي لكل الأسر والأهل اللي عم بيحضرونا يعملوا هذا التحدي ويبعثوا لنا أكيد على هاشتاج يوم جديد ويعني أي صفحة من صفحات البرنامج على السوشال ميديا وبركي بنرجع بنشوف نتائج مع حضرتك على الهوى أكيد خليه يسمع عراءهم بس أنا دائما بقول مش من أول مرة لازم يكون صابورين لحتى الطفل أول مرة ثاني مرة وثالث مرة لحتى الطفل فعلا نبدأ بظهور النتائج ولكن تقيدوا بالطريقة لما في الأطفال يلي بيكونوا يعني من عمر صغير ببينوا أنه هن هايبر أكتف يلي ما بيقدروا يمكن يسيطروا على حركاتهم وانفعالاتهم فيه أهل يمكن بيجربوا أنه يستعملوا أي طريقة من طرق التربية وأكيد النوتي تشير أو الويتينج تشير بس بتلاقيه يمكن أنه ما كتير بتنفعهم لهول الأطفال يعني أي أطفال ممكن ما ينسبون هذه الطريقة أو ليه لا لا هي جدا رائعة بالعكس أنا أنصح فيها حتى للأطفال اللي عندهم فرط نشاط حركي لأن الطفل اللي عنده الهايبر أكتف هو بحاجة إلى وقت من الهدوء أصلا هو دماغه لما الطبيب أو المعالج بيدرب الطفل بيعطيه تمارين ألعاب معينة لحتى دماغي يبدأ بالتركيز والهدوء فبالتالي نحنا اللي منسويه بأنه نحنا جلبنا هذا الطفل أجلسنا على الكرسي طبعا ما رح يجلس هو رح يحاولي هروب ولكن هون دور الأهل النصيحة هاي اللي رح نحكيها بأنه هي أول مرة أول مرة قد تكون هي دليل لكل مرة يعني في أول مرة الطفل حاول هروب نقوم بإرجاعه ثاني مرة حتى لو كلفنا العناء نصف ساعة أو ساعة من المحاولات مع الطفل ولكن اثبتوا في طريق التعاملكم الحازمة والصارمة في أول مرة وبعدها النتائج ستكون رائعة ليه؟ لأن الطفل دائما يقوم بتجريب الأهل يعني هو يجرب ما مدى قدرتهم على التحمل ما مدى قدرتي أنا على التغلب عليهم فهي هذا التحدي رح يكون بيننا وبينهم إذا انتصرنا في هذا التحدي وأثبتنا للطفل بأنه ستجلس ستجلس هذا ليس إهانة لك أو تقليل من احترامك ولكن أنت بحاجة إلى وقت للتفكير ودائما يقول لما يكون هو حركة ومزعج وممكن يبكي ويصرخ لازم أنتوا تجيبوا كل صبر الكرة الأرضية وتنزلوه فيكم وتقوموا بقمة الهدوء لحتى تسيطروا على هذا الطفل وهي أول مرة يعني اجمعوا كل ما تستطيعوا من طاقة وثبتوا الطفل على هذا الكرسي وليس بقوة أو بضرب أو بصراخ ده كده لما يعني هو مش كرسي عقاب للطفل بس كرسي عقاب للطفل بس طيب لما هل ينفع أخدوا معي وأنا خرجها؟ يعني أخذ الكرسي ده معايا زل بقى يعني صح سؤال كتير حلو لأ بتكريو أنت بأي مكان يعني أنت كنتي في المال كنتي في أي مكان هي الكرسي ليس هدفه كرسي في ناس ممكن يستخدموا سجادة صغيرة في ناس ممكن يستخدموا أي شيء متواجد عندنا أريكة فأنت بأي مكان كنتي فيه عند أصدقاء حتى بمكان للتسوق استخدمي المتوفر ولكن أنت توفر الشروط نعم نعم يعني موضوع حلو كتير تناولنا اليوم ونرجع منذكر به تحدي الكرسي على هاشتاق يوم جديد تحدي كرسي الانتظار كرسي الانتظار إذن هاشتاق تحدي كرسي الانتظار مع هاشتاق يوم جديد وصفحاتنا على السوشيال ميديا لكل الأهل يشوفونا يختبروا هذه الطريقة التربوية الحلوة كما كنتي حضرتك تخبرينا ونحن نتشكرك دائما لمق الصفة الخبيرة النفسية والأسرية شكرا لك كنت معنا من دبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر